السلام عليكم خوتي شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله الصحة تكون لها باسكيراكم خوتي جزبير تكونوا بياها ربي يحفظكم وبرك الله فيكم مرحبا بالله نضم معنا جديد في القناة وأهلا وسهلا خوتي بالإخوة القدام لهم أصحاب القناة شكرا لكم خوتي وبرك الله فيكم وخلونا نبدأ في موضوع الساعة توجو خوتي جمال بالماضي وكما شفتوا العنوان ديقاج جمال بالماضي ديقاج والي تصادي ومن هذه القناة ومن هذا المنبر نقولو خوتي ديقاج الهيشر أو ديقاج فكرة الهيشر لأنها للأسف أصبحت فكرة والسدج والحمقة اللي عندنا ما زالوا يتبعوا في هؤلاء المرتزقة اليوتيوب وبعض الصفحات الفيسبوكية ربي يهدينا ويهديهم رغم كل ما صار ما عندهاش بزيف ما عندهاش بزيف ما عندهاش بزيف خوتي ما عندهاش بزيف كذبوا عنيهم في كل شي كذبوا عنيهم في كان الكاميرون كذبوا عنيهم في المقابلة توعد كذبوا عنيهم في قاساما يعاقب كذبوا عنيهم في باسيت بيناء ايطو كذبوا عنيهم في الفيفا كذبوا عنيهم في الميلفاي كذبوا عنيهم في المقروض كذبوا عنيهم في القريوشا كذبوا عنيهم في البقلاوة كذبوا عنيهم في كل شي وللأسف ما زالوا يتبعوا فيهم بهدلوا بالجزائر بهدلوا بسمعة الجزائر ولينا حديث الليس وليس واش شفنا يا مخاتي وحد راقد لك وحدهم على القالة الكرعية عند السياسة الفيفا يعني ديروا كوارث واليوم يعيدون بنفس الفكرة على لأنهم عندهم هايشر عندهم هايشر يتباحهم عندهم هايشر يتباحهم ويآمنهم رووا يبيضا مش يتبع هايشر رووا يبيضا يتبعوا هايشر أروع وخاتي نقول الصراحة ونكونوا رجال ونكونوا صديقين مع أنفسنا أولا ولا قبل أنفسنا نكونوا صديقين مع الله عز وجل ومع أنفسنا ومع حال الكرة الجزائرية والجزائر على العموم الجزائر باقية إلا أن يرف الله أرضا الجزائر ستبقى وستبقى واقفة بإذن الله بالرجال وبزوال الرجال لأن هذه الأرض أنجبت وستنجب وستنجب ما تحبس عد بالماضي ما تحبس عد صادي كل من عليها فان وقاع يروح وهذه سنة الحياة والسنة الوظيفة والسنة المهنة والسنة أي شيء في هذه الدنيا لكل شيء عنده نهاية وعنده بداية وعنده نهاية أروح وخوتي لما نقولوا ديقاج ونقولوا ديقاج الواليد صادي اللي يخدم شهرين وورث اتحادية كارثة في جميع في جميع وما يحط ولا وما يجب دميلة كارثة من الكوارث ورانا نسمع على مجموعة من التحقيقات وسنرى في الأيام القريبة أو أسبوع أسبوعين سنرى من سيغادر إلى الحراش وجد اتحادية كارثة الكوارث مديونية الأموال عقود عدد من العمال ماهول بالنسبة لاتحادية زوج مباني دال إبراهيم وسيدي موسى خوتي قاحدوا الوسمو لشارج الكريدي الدين مراكز التكوين ماش خالصة ماش كاملة الخازينة مكاش مغلوقة لليسبونسور مشكلة أديداس يعني عقد المدرب الفئات الشبانية يعني القاب كيف بأتم معنى الكلمة قبل المسؤولية الله يسهل عليه كواليد صادق قبلت أنك تكون رئيس اتحاد الجزائري لكرة القدم الله يسهل عليه أبدأ يعمل وش يقدره في الطريق الصحيح بإذن الله مازال ماكملش حتى 14 أو 15 شهر انرواحوا لما نقولوا ديقاج نقولوا ديقاج لليهان الجزائر وخرجها من الدورة الأول صحيح ماش أول مرة تخرج من الدورة الأول من كاس إفريقيا مع هذا يعتبر إخفاق خروج من الدورة الأول في كان الكاميرون خروج وإقصاء مذل على يد الكاميرون من كأس العالم وأحسن كأس العالم كانت تكون بالنسبة لنا كذلك خروج من كأس الكوديفوار أول مدرب يخرج ويهن اسم الجزائر بالخروج مرتين متتاليتين من الدورة الأول وبنفس المدرب أول مدرب يلعب كأسين إفريقيتين بدون فوز أول مدرب ربما في تاريخ الجزائر يلعب كأسين إفريقيتين وعنده ثلث نيقات من أصل 18 9 نيقات وال9 نيقات أول مدرب تدخل باسم الموريطانيا التاريخ لتعرف كمية الغابة عندما نقول مدرب مدرب لقلنا قصة ما يتعاقب مدرب مدرب للمكلف الإعلام لقلنا المقابلة وعاد وعطانا تاريخ عندما نقول مدرب مدرب وقسم الجمهور الجزائري عندما نقول ديقاش ما الذي أهان الجزائر ما الذي يخرج الجزائر من الأدوار الأولى ما الذي تلعب مقابلة ودية تربح أوكي بارك الله فيك ولكن عندما تأتي الرسمية أنت أسفل السيفينين تخرج في المراكز الأخيرة ليس دورة أولى ليس دورة ثانية ليس دورة ثانية اقصى من كأس العالم كان كاميرون وكان كفاية تفهم والناس ليس بغية تفهم أن الجزائر سواء كبالد سواء كمؤسسات باقية بإذن الله باقية بإذن الله ولا تقف على أحد لا تقف على أحد لات لا صادي لما الماضي لا يديك لا يجيبك كان رو راو راح رو راو جزج راح زج جا عمارة راح عمارة جزف زف راح زف زف جا صادي وراك يروح صادي كذلك راح ساعدين جا حاليل وراح حاليل جا قوركوف راح قوركوف جا برايفاس جا الكارات جا بنا الكارات جا بنا ماجر وراح وقع وبقى بالماضي وهذا المدرب الواحد اللي في الفترة تعود تظهر أساء اتحادات يعني كارثة بكوارث لما نقول وديقاج وشوف المحيطة تعود وشوف شوف شوف يدفع عليه تبغي الخوانة والمرتزقة أغلبهم بدون مصلحة شخصية وأغلبهم يتلقون الأوامر عبر الواتساب وعبر طرق أخرى لهذا لما نقول وديقاج قولوا الحق ولو كان مرا تبغي المدرب ساحة أعطيني حجز قول لي ربح 35 مقابلة وقول لي ربح 35 مقابلة من بينها سبعة إفريقية ومن بينها ثلاثة أو ثنين مقابلة التصفاوية والصلاة على الحبيب كل الباقية مجرد مقابلات ودية تصفية كأس إفريقيا أو عندك مقابلات الله أعلم كما بش ما نكذبش على الراجل الخاطئ ربما الرسمي المهم الودي أكثر من الرسمي مع هذا قلنا له إنجاز عظيم يحسب لسجل جمال بالماضي مع هذا جمال بالماضي أخذ كل أمواله تقريبا 12 مليون أورو 12 مليون أورو تقاضاها جمال بالماضي في هذه المدة أو أكثر بلا من نحسب العلاوات بلا من نحسب عقود الإشهار بلا من نحسب ربي يعطيه جاءت فترة كورونا مع فترة كورونا كل المدربين في العالم حطوا نقصوا محتى اللاعبين نقصوا من صالح رتاحهم لتوقف الناشاط الرياضي وتوقف الإعانات المالية أو الدعم الرياضي مع هذا جمال بالماضي سنتيم واحد ما نقصاش وقلنا معليش أصبرنا عليه الكأس العالم وقصانا من الكأس العالم بخطأ ساذج ماشي قصى ما قال بالعياد أبعد الرول زيد خاتي كل هذا ويجوك هذو الكلاب ويجوه منه ويهضر ومنه ويهضر هذي قص لما نقلوها نقلوها للهيشر والمرتزاقة وحاشاكم خوتي هذو الكلاب اللي رام يقودوا مواقع التواصل الاجتماعي كلاب مجرد كلاب مجرد كلاب وراني نقول هون عاودة وكل واحد خوتي اللي حسها في جنب وراني عليه مجرد كلاب ثم كلاب ثم كلاب والله كلاب رجعونا بالماضي أكبر من الجزائر رجعونا بالماضي أكبر من الجزائر صانع والله العلي العظيم ما يلقى بلد كما الجزائر يقصى من الكان ما يهضروا شمعه يقصى من الكاميرون ما يهضروا شمعه يخرج من كأس العالم يسيبولوا أسباب ويدافعوا عليه ومنه 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 وضروا يخرج من الكاميرون خرج من الكوديبون رام يدفعوا عليه ورام يضربوا عليه الشيتة مش عارف خلعتهم سبع مليئين أورو مش عارف الدعم يكون بزيف. مش عارف اللي يكونوا بزيف. الله اعلم. لماذا كل هذا التهليل وهذا التبلبيل. كل واحد داري بروحه. وكل واحد يعرف روحه. هذه هي خوتي. مكاش واحد فوق الجزائر. ابار الله عز وجل. ابار الله عز وجل. تهلوا في رواحكم خوتي. الى مواضيع اخرى. ورب يحفظكم. سلام.